اشتركوا في القناة بطاطس وهي حزمة البقدونس هي دي بس كده الوصفة ايوه هي دي بس كده الوصفة لكن تعمها بتكون جمدة جدا 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 وهي انطبق عليها يعني وصفات العيد ممكن تقولي كباب بطاطس على حسب ما انت عايزها اول حاجة طبعا معي حزمة البقدونس وهي ممكن تبقى نص حزمة او عودين على حسب المتوفر عندي وهنا البطاطس برضو بتقدر تستخدمي الكمية اللي انت عايزها انا عندي هنا استغمتم حبيتين بس انت بقى وعلى حسب عدد الاسرة عندك وعلى حسب المتوفرين عندك في البيت تمام كده تمام هقشرها بقى كويس جدا كده من الاشر بتاعها وهخليها زي الفل هخسلها من بره بس لكن لما قطعها مش هخسلها تاني تعالي بقى نبدأ كده على طول في الوصفة بتاعتنا لان احنا كده بدأنا بقى في الشغل الجامد جدا هنسمى الله ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك ولو انت مش مشتركة يلا اشترك بسرعة فعالي الجرز على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا سيد الكل طبعا انا غسلت البطاطس بعد ما اشرتها من بره غسلتها كويس جدا هخسلها تاني لا مش هخسلها تاني انا عايزة النشاء اللي هو بين السوابع بتاع البطاطس انا عمحتاجيه طيب هنقطعها تخينة ولا رفيع قطعها الحجم اللي ينسبك على حسب ما انت عايزة انا هنا كده مقطعها وسط ولا رفيع قوي ولا تخينة قوي علشان خاطر عايزة هنعمل فيها حركة او تكاية كده حلوة جدا وهي في الزيت ايه ده هو انت هتحمر البطاطس دي ايوه هتحمرها دلوقتي وهو ريكي دلوقتي هعمل ايه طبعا وانا بقطعها كده كنت مولا على الطاصة علشان خاطر الزيت بتاعي يبدأ اللي هو يسخن عشان خاطر متاخدش مني وقت يعني الاكلة دي سهلة جدا وسريعة جدا وتعموها حلو جدا كده خلاص الزيت بتاعي خسيخن معي هنزل بكمية البطاطس كلها اللي انا عملتها يعني حبيتين البطاطس هحطهم كلهم مع بعض الكمية كبيرة على الزيت لأ ما تقلقيش كل دوت هوريكي دلوقتي هنعمل في ايه كده خلاص نزلت الكمية كلها سيبها كده بمعدل ثلاث او اربع دقايق وبعد الثلاث او اربع دقايق هقولك هنعمل ايه طب الثلاث او اربع دقايق دول اللي هنستناهم علشان خاطر تبقى البطاطس معي لينة اقدر اللي انا اشكلها برحتي بعد الثلاث او اربع دقايق دول كده على حسب القوة النار عندك هتجيبي معاك الشوكة وتبدأ اللي انت تنغزي البطاطس بتاعتك بالشوكة بالشوكة بالشكل دوت كده طب ليه هعمل البطاطس بالشكل دوت كده لما بتعمليها بالشكل دوت وي بتنغزيها بالشوكة بتحسني من طعم البطاطس بتاعتك وبتديها ارمشة زيادة وبتبقى طعمها حلوة جدا لما بتفتح البطاطية من النص الزيت بيدخل جواها وبيسوي اللحم بتاع البطاطس وبيخلي الاطراب بتاعتها من الجوانب ومن النص كمان مقرمشة وطعمها حلوة جدا يعني لما تسجي بعد كده اتحمر بطاطس سيبيها على النار لحد ما تاخد نص سوا يعني الثلاث او اربع دقايق لانا قلتلك عليهم وبعد كده بالشوكة بتاعتك وهتخلص الكمية كلها وهتطلع معاك احلى بطاطس كده خلصت منها على النار وسايبها تكمل سواها تعلي معايا بعد ما غسلت الحزمة البقدونس هنبدأ اللي احنا نقطعها كده مكعبات صغيرة او حتة صغيرة جدا طب ينفع عاملها في الكب ينفع بس انا محتاجاها اللي انا اشوفها بعنية مش عايزها نعمة او زي الملوخية كده لا انا عايزها اه متقطع اه حبيبات صغيرة قطعت الكمية كلها وخلصت منها نيجي بقى هنا للبطاطس كمان البطاطس بتاعتي كانت اتحمرت معايا وخدت نسبة من الارمشة كده اللي هي الحلوة بعد كده هبدأ اللي انا اشلها من الزيت ولما اشلها من الزيت مش هطلحها على مناديل مطبخ لا ده انا هحطها في الحل على طول زي ما انت شايفة كده طب ليه مطلعيه على مناديل مطبخ ما هي اساس الوصفة عندي اللي انا مش عايزة اطلحها على مناديل مطبخ هحطها في حلة او بولة او اي حاجة المهم ما تبقاش بلاستيك عشان خاطر السخنية تمام كده تمام في المرحلة دي نبدأ نضيب بقى الملح بتاعنا والتوابل اللي احنا عايزين نضيفها اول حاجة طبعا اساسي هو الملح اي حاجة تانية انت بتحبيها على البطاطس تقدر اللي انت تضيفها يعني ممكن تستخدمي توابل بطاطس ممكن تستخدمي دقة انا استخدمت هنا الملح والفلفل اسود وشوية شطة وقلبتهم مع بعض كويس جدا وبعد كده خدت كمية محترم من البقدونس بتاعي وانزلت بيهم على البطاطس وبرده قلبتهم تقليبة حلوة جدا معانا بقى هنا ايه ورق سلوفان حبيت اللي انا اعمله زي الطبق لاني كنت مولاها فحمية ايه ده هي البطاطس دي بتعمل فحم ايوة دي بتعمل فحم وطعمها عامل زي الكباب بالزب حطيت كده الفحمية في الورق الفويل بتاعي وانزلت عليها بمعلقة صغيرة من الزيت بدأت الفحمية بتاعتي تشتغل واتطلع الدخان ورحت مغطية الحلة بتاعتي بس كده سبتها لحد ما خلصت الدخان بتاعها والفحمية كمان بتاعتي كانت تطفط بدأت اللي انا اقلبها تقليبة تانية والتالتة وخلاص على كده البطاطس بتاعتي باقي جاهزة طعمها حلو جدا رحتها بتعم الكباب وكمان طعمها بتعم الكباب يعني دي تقدر اللي انت تعمليها او اليوم العيد في المشاوي بتاعتي العيد ممكن تعمليها تاني يوم العيد جنب كباب مشوي او لحمة مشوية او فراخ كمان مشوية اي حاجة انت بتحبيها ممكن كمان تعمليها جنب كباب مشوية هتديكي طعم حلو جدا ويه كمان طبق جانبي جنب الاكل عايزة اقولك اللي هي بتبقى حلوة جدا اعمليها واجربيها وارجعيلي تاني في الكومنتات وقليلي يا هيبة فعلا طعمها حلو جاوي بص الطبق بيتكلم عن نفسه مش محتاج اللي انا اتكلم عليه خالص ولا اوصفه ولا اي حاجة هسيبك تجربي التجربة ديت ولو عجبتك اه ارجعيلي تاني وقليلي رأيك فيها ايه وهسيبك بقى دلوقتي تحطيلي اللايك بتاعك علشان خاطر اه اعرف اللي الوصفه عجبتك وان شاء الله هتنفيذيها بس كده خلاص دي الوصفه بتاعتي بتاعتي النهاردة بحبكم في الله وسلام عليكم شكرا